في الأثناء أعلنت تحالف العربي أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت تسع طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية وفدت تحالف في بيان صحفي عن حدوث أضرار مادية بمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات بظهران الجنوب بعد استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه وحذر التحالف العربي من محاولة ميليشيات الحوثي إفشال المشاورات المقررة في 29 من مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض بين الطراف الصراعي في اليمن وشدد التحالف كذلك على دعمه للموقف الخليجي لإنجاح مشاورات الرياض على الرغم من محاولة ميليشيات الحوثي إفشالها